موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي نتحدث فيها عن مستجدات الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون المتواجد في ألمانيا منذ فترة حيث يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا الكل يعلم أن الرئيس عبد المجيد تبون نقل من الجزائر في وضع صحي سيء وكان في غيبوبة وأن إصابته بالفيروس كانت قبل 17 أكتوبر 2020 يعني الآن عنده أكثر من شهر اليوم 24 نوفمبر لا جديد سوى التصريحات الجديدة التي أدل بها مستشار رئيس الجمهورية قبل هذا ذكرنا يوم 9 نوفمبر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 في خبر نشرناه عاجل قلنا فيه أنباء من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد المجيد تبون استفاق اليوم من الغيبوبة الاصطناعية التي كان فيها والتي تبعت غيبوبة طبيعية دخلها وهو في الجزائر وتؤكد مصادرنا أنه قد خرج فعليا من دائرة الخطر حيث له عاد له وعيه الكامل وتتوقع مصادرنا أن حالته ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات لكنها ليست بخطورة كانت عليها من قبل وهي سيظل تحت الرعاية الصحية الدقيقة لمدة لا تقل عن أسبوع وربما ستمدد إلى أسبوعين الآن أكثر من أسبوعين المعلومات الجديدة قبل أن نتحدث عن معلومات المستشار في رئاسة الجمهورية المعلومات التي توفرت في الأيام الأخيرة تقول أن الرئيس عاد إلى وضع متدهور ولكنه لم يصل إلى درجة الغيبوبة وأنه تمت إعادته مجددا إلى غرفة الإنعاش حيث يخضع الإنعاش أو التنفس الاصطناعي ومحاولة تنشيط جهاز التنفس لأن لديه وضع معقد في الصدر جدا ويبقى دائما مفتوح على كل الاحتمالات قد يعود له وضعه صحي قد يتدهور قد يكون أي شيء آخر المهم أن الوضع الصحي للرئيس ليس على ما يرى رئاسة الجمهورية التي تأكدت يقينا أنه لم يعد يصدقها أحد وأن المعلومات التي تطرحها صارت سخيفة جدا ولا يمكن أن تشفي غليل الناس الذين يريدون معرفة ما صير رئيس الجمهورية يقولون ولما وصلوا إلى هذا الحد ماذا فعلوا؟ بعدما كانت بياناتهم جافة لا معنى لها طعط معلومات لا يمكن أن تكون صحيحة الأطباء الذين ينظرون إلى هذه المعلومات يصخرون منها وما إلى ذلك لجأوا إلى ألمانيا جاءت برقية في وكالة الأنباء الجزائرية ونشرتها رئاسة الجمهورية على موقعها تقول بأن أنجيلا ماركل المستشارة الملمانية أرسلت رسالة إلى عبد المجيد تبون بألمانيا عبرت له فيها عن سعادتها لتماثوله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا تمنت له القوة والشجاعة في بقية فطرة النقاة وليأس الجمهورية تحدثت من قبل على البروتوكول الصحي وبعد ذلك قالت أنه خرج من البروتوكول الصحي ودخل في مرحلة المتابعة الطبية وبعد ذلك على لسان أنجيلا ماركل قالوا بأنها قالت مرحلة النقاة ولكن في اليوم الذي راجت فيه معلومات عبر مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الرئيس وأنا شخصيا أرى بأن هذا الخبر مبالغ فيه ومصادره غير موثوق لكن المؤكد أن الرئيس في وضع صحي ليس على ما يرام وأن عودته إلى وضعه الصحي إذا استمر استمر في الشفاء في التعافي يحتاج إلى وقت على الأقل على الأقل شهر شهر وأن حالته الجسدية أسوأ مما يمكن تخيله أنه في الأيامات الماضية جاءت معلومات من حوالي 15 يوم أن الجلد على الأعظم أنه نقص وزنه إلى درجة لا يمكن تصوره حتى إظهاره كأنك تظهر شخص متوفي ما هو شخص في كامل أو شخص مريض قد يظهر كأنه متوفي مش صحيح مش مريض فقط على كل حال رئاسة الجمهورية تخرج لنا يخرج خبر حصري لموقع روسيا اليوم وضعته تحت عنوان الرئاسة الجزائرية تؤكد لروسيا اليوم تحسن صحة الرئيس تبو نقرأ خبر تحسن أكد مصدر في الرئاسة الجزائرية الأرتي أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا نعم وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة تبو للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته ومتفائل جدا بشأن صحة والدي وجاء النفي عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس وعلنت الرئاسة شهر كذا 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 وأضاف البيان أنا سيد الرئيسي ستجيب العديد شوف هذا المصدر هذا الآن ولكن أيضا هنا لم يذكر اسم المصدر لم يصدو يذكر اسم المصدر ولكن على نبض منذ أربعين دقيقة نشروا أيضا الخبر على أساس أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص رئيس عبد المجي تابول لأرتي أن الرئيس الجزائر يتجاوب بشكل إيجابي مع العلاج وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة الرئيس للخطة العلاجية والتحسل مضطرد لصحته وهو متفائل جدا بشأن صحة والدي يعني أنه رجعنا إلى السيناريو الأول السيناريو يستجيب بشكل إيجابي للعلاج رجعنا إلى ما قبل أنه خلاص يعني لو شفنا رئاسة الجمهورية واش قال تقبل قالت تعليمات أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية هذه ذكروها في 15 نوفمبر على الساعة الثانية و53 دقيقة تنفيذا لتعليماته كذا وكذا وقالوا حاليا الفحوصات الطبية يعني لو ننقارنها مع لي جاء جديد معناها الرئيس رجع للخلف أو التدهور وضعه الحالي لذلك المعلومة التي خرجناها في 9 نوفمبر كانت صحيحة أن الرئيس كان تعاف ولكن وضعه مفتوح على كل احتمالات وأن مدة العلاج إلى بقي على ذلك الوضع لن تتجاوز أسبوع وأيضا أكثر أحوال تبدد إلى أسبوعين ولكن الآن فاتوا أسبوعين ولا جديد معناها أنه وضعه الصحي تدهور مجددا هذا المصدر في رئاسة الجمهورية يقول على تواصل مع نجل الرئيس هذا رئيس جمهورية ولا واحد صديقكم من المفروض رأه رئيس جمهورية الدولة التي تكون على بالها يعني المستشار في رئاسة الجمهورية لهم لو نرجع نلقاه نلقاه في واحد 11 في 11 قال صحة الرئيس جيدة صحة الرئيس سيدي هل كانت تطمئننا على صحة الرئيس جيدة كان في صحة جيدة والآن يقول راهو في تحسن معناها كنت تكذب هذا المستشار يكذب في اليوم اللي قال راهو في صحة جيدة وكان يكذب صحة لذلك الوقت كان الرئيس في غيبوبة والآن ما رسى يصدقك إذا كنت في أول نوفمبر كذبت والآن في إذا كان كان في صحة جيدة في 1 نوفمبر من المفروض الآن في 24 نوفمبر وفي أحسن حال الجي تخرج وتقول استجابة تدبون للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته وهو متفائل جدا بشأن صحة والده أنه طفل متفائل يعني أنه رئيس جمهورية ما عندكم ش معلومة صار راهو عند ولده ورجعنا لحكاية ابو تفليقة عبد العزيز السعيد المعلومات راهو حسب المعلومات اللي جاءت راهو قال السعيد راهو لاباس راهو رجعنا ذركا ولد تبون هذه مسخرة هذه التناقضات هذه كلها توحي أن الوضع فيه إنه وأخواته توحي بأنه فيها إنه وأخواته وعندما تحدثنا من قبل من قبل وعطينا المعلومات وثبتت صحتها في قضية في قضية التقييم الاستخباراتي وبعد ذلك تحدثنا وتابعنا الوضع وكل المعلومات التي قدمناها كانت صحيحة وثبتت صحتها والآن الرئيس ما زال يقبع في غرفة الإنعاش مجددا أدخلوا إلى غرفة الإنعاش لأنه عنده مشكلة في الرئتين وهذه المشكلة مفتوحة على كل الإحتمالات هناك تركيز كبير لأنه هذا الكوفيد تمكن منه لأنه ما خرجوهش ما داوهش حتى رقدوا في الفراش بدع الطه ظهر عليه الأعراض وكذا وكذا وخلوه 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 هو رقد خلاوه وهدوه العنع جعبوه الألماني لما ادوه جابوه في غيبوبا إذن أنا ما نقولكم مش الرئيس رح يموت حتى نكون واضحي الله أعلم بمصيري ولكن هذه الطريقة المسيئة التي لا معنى لها الدولة اللي ما قدرتش تعطي خبر على رئيسها اللي مريض وراه يتواجد في ألمانيا ماهيش دولة الدولة اللي جابت خبر على لسان ميركل على كل حال الكلام هم يقولوا بالله هم كانش منه وفيها معلومات تتحدث بأنه تمت المبالغة فيه أنا عندي بعض المصادر في ألمانيا قالوا لم يجدوا لم يعثروا على أي أثر لهذا الموضوع في مواقع الألمانية والله أعلم على كل حال ما تبعت الموضوع جيدا بالطريقة اللازمة ولكن المهم أنه رئاسة الجمهورية تتخبط لم تعد لها مستقية لم تعد لها مستقية الرئاسة اللي ما عندهاش مسؤول إعلامي مسؤول إعلامي تاح محمد السعيد راهو أيضا أصيب بجلطة دماغية وراقد في الفراش يعني الجزائر وزير الإعلام من أسوأ ما عندهش علاقة بالإعلام ما عندهش علاقة بالإعلام أصلا ما نتكلمش في أشياء أخر المهم وغيروا غيروا رئاسة الجمهورية جابوا غير المتردية والنطيحة الإساءة خلاص أنا أقول هالكم حلم بناء جمهورية جديدة إنهار دمرتوه مع مرض الرئيس ودمرتوه الآن مع الأشياء الأخرى مع الدستور دمرتوه خلاص راجعوا أنفسكم نقول للرئاسة والمسؤولين وصنع القرار خاصة في المؤسسة العسكرية راجعوا أنفسكم عودوا إلى شعبكم أوضعوا حد لهذه المهزلة إنها مهزلة حقيقية رئيس جمهورية مستشار نتاعه ما عندهش خبر يقول كراني نتواصل مع ولده ولده يقول لي تحكي لنا على واحد صاحبك يظروا رئيس دولة الدولة تكون عندها كل المعطيات ولا هزيتوه طيشتوه في ألمانيا الله لا يرد ساعة ساعة سقسيه عليه إيه ولا تبعث أسامس الولد ويقول لك ولده وراءه لا بس مهزلة المهم بالمختصر مفيد حتى لا أتيل عليكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا يزال بأجهزة التنفس الاصطناعي لحد هذه اللحظة قد عاد خرج من غيبوبة ويبدو أنه وضعوا الصحي تدهور واضطروا أنه يضعوا له أجهزة التنفس لأنه عنده مشكلة كبيرة في الرئتين الفيروس تمكن من رئتين والله أعلم على مصير الأخبار التي راجت بأنه متوفي من مواقع ليست لها مصدقية مواقع هذه ما هي مواقع ليمكن أن يعتد بها ولديها مصدقية هي مواقع هوات أكثر من أنها تكون مواقع إعلامية يمكن أن يعتمد عليها في نظري وحسب معلوماتي أنا أن الرئيس لا يزال على قيد الحياة ولكن المشكلة التي يعاني منها في صدره مشكلة كبيرة ومعقدة ويحاولون إعادة تأهيل تأهيل تنفسه وأيضا عضلاته الرجل فقد الكثير من الوزن صار جلد على الله أعظم هذه هي هذه الحقيقة للأسف فرجعنا الحكاية الرئيس راح والرئيس جاء وحسب ما قالوا وأنه في سحة جيدة رجعنا نفس السيناريو لأنه للأسف الشديد ما بني على باطل يأتي باطل هذا هو الرئيس عندما قام بتعيين إن في ذلك الوقت عندما نقول له حد ضعن الرجال للأصحاب الكفاءة في المكان أن ضعهم حتى يكون لديهم خبرة في التسيير جاء بالمتردية والنطيحة وها هو أول ضحاياهم هو رئيس الجمهورية بحد ذلك أسأوله إساء كبير حتى والله حتى لو يرجع على رجليه ويمشي دستور أقلية الأقليات فقط وعليه ثلاث ملايين من خمسة وربعين مليون جزائري هي أناقبة أكثر من ربع وعشرين مليون يعني محدو عشرين مليون ما بين اللي قاطعوا واللي عزفوا عن الانتخاب واللي قالوا لا هذه من جهة وضعية شعبيته في الحظير الوضع الاجتماعي متدهور الوضع الوباء الصحي متدهور الجزائر تشتعي الحروب على حدودها زادت اندلعت الحرب في الصحراء الغربية وربما تتطور إلى أشياء أخرى مفتوحة على كل جبهات منطقة الساحل والصحراء تنظيم القاعدة يعيد بناء بناء نفسه مجددا كارثة بمعنى الكلمة والرئيس غيب من يسير الآن الجزائر في مكان الرئيس من يسير دولة الجزائر من هو الدستور حتى الدستور الجديد ما داروش فيه نائب على فكرة الدستور هذا وقلت لكم من قبل راهو دستور بوتفليقة بستور بوتفليقة كانوا أنا حابين يديروا فيه نائب رئيس لأنه بوتفليقة كان راح يكون في العهدى الخامسة أمس وعارف بأنه عاجز صحيا باش يديروا له نائب يحطوا له واحد هو اللي يمارس مهامه في براستور وهو هاوريكدل هي باسم رئيس حتى يموت كان هذا هو المخطط نحاوا فكرة نائب الرئيس خدروها في المسودة المقترح وبعد ذلك نحاوها هذه نحاوها بعد غيروا بعض الأمور فيما يخص صلاحية الرئيس أدخلوا الحركة الشعبية في الدباجة وما إلى ذلك إذن إخواني الكرام حتى لا أتين عليكم أقول بأن الرئيس في وضع صحي مفتوح على كل الإحتمالات الرئاسة بتصريحاتها الأخيرة توحي بأنها تتخبط المعلومات ليست لديها معلومات مصادر من رئاسة الجمهورية تقول بأن الرئاسة الجمهورية ولت عبارة عن كوري نعم ولت عبارة عن كوري حقيقي انتشر فيها وباء كورونا هنا يوكلوا في السندويتشات المطعم غلقوه والناس تدخل تقعد فيه بروتها مكان حتى عمل الدولة ما كانش رئيس الحكومة هو يمارس في مهامه لا يتواصل مع من يتواصل عنده تواصل محيطين به ناس من وزارة الدفاع وكذا وكذا تواصلوا مع وزارة الدفاع ما عندوش خلاص حتى تواصل مع مصالح الرئاسة المستشارين قاعدين يخلصوا يروحوا الكليب ديب بيباتوا ويرجعوا يدوا في الشهرية والسيارات وما كان والو الرئاسة منذ فطرة هي غائبة تماما قريب يغلقوها ويقولوا ما كان حتى شيء للأسف الشديد وصلنا إلى واقع سيء جدا 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 وهذا الواقع سيضر بالدولة واظر بها بمعنى الكلمة وللأسف الشديد ها وشفنا هنا وصلنا الوضع الدولة وحدها دبلوماسيتها سقطت في الحظير دورها في المنطقة راح ليبيا باعت القضيتها الصحرة الغربية هاي اندلعت فيها حرب مفتوحة البوليزاريو هاريو وراه يخوض في حرب بسلاح منين جاه سلاح الجزائر تنفق في أموال على الأسلحة وبعد ذلك تعطيها الجهات أخرى تحارب بها وللأسف الشديد يحدث ما يندله الجبيب وعندما نقول هذا الكلام راهي قلوبنا على الجزائر ونزيد نأكد لكم حاجة لست معارض سياسي يا جماعة أنا كمحلل أرى الوضع أنه تدهور في مرحلة معينة بعد 22 فبراير آروا تلك الوعود التي أطلقها الجايد صالح والمؤسسة العسكرية تفألنا خيرا وأكدنا ونقول دائما أن المؤسسة عندما تطلق وعود أوود لا يمكن أن تتراجع فيها ولكن للأسف تلك الوعود التي أطلقتها المؤسسة دفنت مع الجايد صالح والرجال الذين كانوا معه للأسف الشديد والمصار الآن انكسر بمعنى الكلمة بدستور لا قيمة له وبرئيس عاجز صحيا راه مريض وضعه مفتوح على كل الاحتمالات لا ندل ربما غدوة تبقع له مادة مادة ويعزلوه على حسب الأهواء إذا ما كانش ضغط ولا أي شيء راح يخلوا الوضع كما هو عليه راهو كيعالج راهو كذا كذا نهار لي يرجع له شوي وضعه يمكن إظهاره راح يظهره وبعد ذلك نقعد في المسلسل هذا الفطرة أخرى والجزائر غايبة رغم أن الجزائر دخلت في مرحلة حساسة جدا تحتاج إلى رئيس قوي قضاء قوي الأموال التي نهبت لازم تسترجع الدولة تحارب في مافيا حقيقية ما زالت فيها جزء راهو في السجون وأجزاء راهو موزع على الإدارات وعلى وزارات وكثير المناطق والسفارات للأسف الشديد الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى قوة هاي شوفوا وين وصلت والعصابة هاي راح يترجع ورايح ترجع ورايح تهيمن على المؤسسات الأمنية وتهيمن على الشرطة وتهيمن على الدرك وتهيمن على الجيش وتهيمن على كل الوزارات وعلى الحكومة وبعد ذلك الجزائريين كأنهم خرجوا ذات يوم في 22 فيفري 2019 يبقى لهم هذا 22 فيفري عبارة عن ذكرى مكتوبة في دباجة الدستور ولكن على الأرض الواقع لا شيء للأسف الشديد هذا ما أردت قوله إليكم إلى إن شاء الله ألقاكم في مداخلة أخرى ومعلومات أخرى إن توفرت لدي إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر